أعراض فرط الحركة هي ثانوية فقد يكون الشخص لديه أعراض تشتت الانتباه وفرط الحركة ولديه اضطراب آخر بما في ذلك اضطراب التوحد التفرقة بين هذين الاضطرابين سواء كان اضطراب أولي أو ثانوي تلتزم تشخيص مفصل على عدة جلسات وزيارات من عدد من المتخصصين بمن فيهم استشاري الطب النمائي والسلوكي استشاري الطب النفسي استشاري طب الأعصاب استشاري النطق والتخاطب استشاري اللعب واستشاري العلاج الوظيفي والعلاج النفسي